اخيرا تم تدويل قضية غزة ووضع ملفها على طاولة قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد شكوى رسمية تقدمت بها جنوب افريقيا وخصصت لذلك فريقا قانونيا للمرافعة يترأسه وزير العدل رونالد لامولا التماس جنوب افريقيا المؤلف من 84 صفحة تم استعراض فقراتها امام القضاة مدعمة بالادلة وتناولت الانتهاكات والفضائع التي ارتكبتها اسرائيل ضد سكان قطاع غزة والتي اخذت طابع الابادة الجماعية في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 جنوب افريقيا عرضت في ملفها ايضا تفاصيل ممارسات صهيونية تشمل المجازر والدمار فضلا عن الحصار الشامل والحرماني من الاحتياجات الاساسية مثل المياه والغذاء والدواء والوقود والمأوى وغيرها منذ السابع من تشرين الاول الماضي لا يمكن لأي هجوم مسلح مهما كانت خطورته حتى الهجوم الذي ينطوي على جرائم وحشية ان يوفر اي مبرر او دفاع عن انتهاك اتفاقية منع الابادة الجماعية سواء من الناحية القانونية او الاخلاقية رد اسرائيل على هجوم السابع من تشرين الاول تجوز هذا الحد وادى الانتهاك الاتفاقية بدورها عرضت محامية الادعاء عن جنوب افريقيا عادل هاشم خلال مرافعتها افعال الابادة التي ارتكبها جيش الاحتلال اثناء عدوانه المتواصل على غزة وعلى رأسها القتل الجماعي وفرض ظروف هدفها تحقيق الدمار من خلال التهجير القسري للفلسطينيين والتي ترقى الى جرائم ابادة في مخالفة فاضحة للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها على مدى الايام الستة وتسعين الماضية اخضعت اسرائيل غزة لما وصف بانها واحدة من اعنف حمالات القصف في تاريخ الحلوب الحديثة يقتل الفلسطينيون في غزة بالاسلحة والقنابد الاسرائيلية من الجو والبر والبحر كما انهم معرضون بشكل مباشر لخطر الموت بالتجويع والجفاف والمرض نتيجة الحصار المستمر الذي تفرضه اسرائيل المدعون طلبوا من المحكمة فرض تدابير طارئة لوقف المجازر التي ترتكبها اسرائيل في غزة على مدار الساعة وفي الوقت نفسه الذي تعقد فيه المحكمة اولى جلساتها تستمر قوات الاحتلال بارتكاب الجرائم في مناطق مختلفة بالقطاع ابادة جماعية في غزة اتخذت العديد من الصور منها القتل بالقصف والتجويع والتعطيش وانتشار الأمراض والأوبئة بين السكان واجراء عمليات جراحية دون تخدير فالمنازل تدمر والمقابر تحفر بالجرافات وهناك عائلات اختفت من الوجود وأخرى هجرت بشكل ممنهج إلى أماكن يقتلون فيها قصفا وقنصا ويقابل تلك المآسي فشل أخلاقي للمجتمع الدولي وأجيال غزاوية مقبلة لن تنسى أبدا هذه الكارثة الإنسانية ترجمة نانسي قنقر